كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء بهذا اللقاء المتجدد الذي نحمد فيه الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم لصيام شهر رمضان وقيام ليليه وختم القرآن نحمد الله تعالى أن بلغنا هذا الشهر الفضيل وأمد لنا في الأعمار حتى أدركنا العشر الأواخر من رمضان ولله الحمد والمنة كل هذه الأيام مرت في أفضل وأكرم الأحوال فالناس بالنهار صائمين وبالليل قائمين وبين دا وداكا للقرآن العظيم تاليم وجوه الخير تمد أيديها البيضاء للفقراء والمساكين تضامنا وتقديما للمساعدة لأن هذا الشهر هو شهر الموساة كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس مغربنا العزيز برمته كان على موعد مع ليلة القدر المباركة هذه الليلة التي وإن كانت خفية في العشر الأواخر الوثرية لكن بعض الناس اعتادوا على أنها ليلة السابع والعشرين ترجح لديهم من الأدلة ومن بعض البراهيم فبالأمس كان المغرب كله تقريبا مع موعد مع ليلة القدر المباركة ولاحظنا بأن هناك اكتضاد كبير على مستوى مساجد الله وبيوت الله ورأينا الناس يشتهدون في هذه الليلة ما لا يشتهدون في غيرها ورأينا ولله الحمد والمنة اجتهاد كبير في الترويح وفي التهجد وفي تلاوة القرآن ورأينا الناس يلبسون لباسهم المغربي التقليدي يخرجون كلهم الرجال والنساء والأطفال ذكورا وإناث ورأينا ولله الحمد أنوار الملائكية ولا شك أن بالأمس كانت هي ليلة القدر المباركة لأننا تابعنا ما وقع في السماء علامتها أن تكون السماء صافية وعند شروق الشمس مع الفجر تطلع هادئة وهذا ربما لوحظ في هذه الليلة بالأمس ولوحظ أيضا حماس قوي لأن في هذه الليلة يقع حماس قوي للمؤمنين ونشاط في العبادة ما لا يقع في الأيام التي غيرها ولاحظنا أيضا حتى على المستوى الرسمي لاحظنا بأن سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه أحيى هذه الليلة المباركة مع ثلة من أهل الفضل والخير فكل هذه الأجواء تجعلنا نشعر بالإطمئنان ونشعر بالارتياح لعل الله تعالى يتقبل منا ومنكم جميعا هذه العبادات وهذه الطاعات وهذه المقربات هو هكذا شهر رمضان المبارك شهر تعبدي بامتياز ونريد أن نتحدث في حلقة هذا اليوم أيها الأحب الكرام عن أشياء أخرى مرتبطة برمضان وهي في انتظارنا علينا أن نستعد لها وخصوصا زكاة الفطر فبعد ليلة القدر المؤمنون والمؤمنات يستعدون لآداء زكاة الفطر فرمضان يمتزج فيه الجانب التعبدي مع الجانب الاجتماعي لأن ربنا عز وجل يريد فيه أن تكون هناك العبادة والطاعة وأيضا تحقيق التكافل الإسلامي بين المؤمنين والمؤمنات حتى يشعر المسلم بأخيه المسلم خصوصا الفقراء وذوي الحاجات لهذا ربنا عز وجل أراد أن تكتمل الفرحة ففرض على المؤمنين والمؤمنات زكاة الفطر هذه الزكاة هي معناها النماء والطهارة والبركة نقول زكى الزرع إذا نمى وزاد وكترت بركته فنحن نؤدي زكاة الفطر لأن الله تعالى يريد أن يتقبل مننا هذا الصيام والقيام وتلاوة القرآن ويزيدنا من فضله وينمي لنا هذا الأجر والتواب ويطهرنا من الرفة والفسوق ويزيدنا بركة وتسمى زكاة الفطر لأنها من الفطرة الفطرة من الخلقة والفطرة تقتضي أن يكون هناك التراحم وتقتضي أن يكون هناك التعاون بين خلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها وزكاة الفطر أيها أحب الكرام هي فيها أجر وتواب عظيم حتى قال ربنا عز وجل قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصدى وعدنا ربنا عز وجل بالفلح ووعدنا بالزيادة والنماء والطهارة والبركة هذه الزكاة هي تحمل معاني التضامن والتكافل الاجتماعي فرضها ربنا عز وجل لما فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة لما هاجر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمون من مكة إلى المدينة في السنة الثانية ربنا فرض علينا الصيام رمضان ومباشرة فرض ربنا تعالى علينا زكاة الفطر على كل مسلم كبير أو صغير ذكرا أو أنتا حرا أو عبدا وجعل ربنا صيامنا وقيامنا يبقى معلقا بين السماء والأرض حتى تفتح له أبواب السماء زكاة الفطر فهذه الغاية فيها واحد نوع من التحفيز كل ما فعلناه هذه الفترة المباركة من صيام نهار رمضان وقيام لياليه وختم القرآن وكل ما قمنا به من أعمال البر والإحسان كلها تبقى موقوفة حتى نخرج زكاة الفطر فتبقى معلقة بين السماء والأرض فلما نخرج زكاة الفطر ربنا يفتح أبواب السماء فتصعد كل هذه الأعمال إلى بارئها وتقبل بإذن الله تعالى فينميها ويزيدها حتى إذا كان يوم القيامة وجدت جبالا كجبال مكة ورأيت ذلك الجبال هي حسناتك ربنا يقول نميتها لك تقبلتها منك في الدنيا ونميتها لك وهي الآن هي من نصيبك في الآخرة الله سبحانه وتعالى أراد من ديننا الإسلامي أن يكون دين العبادات ودين المعاملات ودين العمل الاجتماعي فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبين لنا الغاية التي من أجلها فرضت هذه الزكاة المباركة في حديث واضح قال ابن عباس رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفة وطعمة للمساكين هذا الحديث النبوي الشريف المروي على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبين بأن زكاة الفطر إنما شرعت لتعالج أمرين مهمين الأمر الأول هو طهرة للصائم وكفارة له مما يقع فيه من اللغو ومن الرفة والرفة معناه هو الفحش في الكلام ومقدمات الجماع كالبصار وغيرها يعني قد يقع للمؤمن اللغو لهو القيل والقال ورفة يعني هو عبارة عن فحش الكلام أو مقدمات في الجماع كالبصار وغيرها فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يطغرنا تطغيرا من كل هذه الشوائب وشرعت أيضا أيها الأحبة الكرام هذه الزكاة الفطر لهدف اجتماعي وهو أن تسد خلة الفقراء وتشعرهم بالسعادة يوم العيد وتغنيهم عن الطواف لأن بعض الفقراء يضطرون للطواف إذا احتاجوا فربنا عز وجل نهاهم وأراد أن يغنيهم عن السؤال الناس والطلب مساعدتهم ربنا أراد من الغني هو الذي يبحث عن الفقير وليس الفقير يبحث عن الغني لهذا قال صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطواف هذا اليوم أغنوهم عن الطواف هذا اليوم فالغرض منها هو تعنيم الفرحة في يوم العيد لكل المسلمين ولكل الناس حتى لا يبقى أحد يوم العيد محتاجا إلى طعام أو شراب أو قوت كل الناس وكل المسلمين ينبغي يوم العيد أن تكون لهم الفرحة للصائم فرحتان فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه ومن مقاصد الدين الإسلامي أن يكون يوم العيد متميزا أن يكون المجتمع كله يلبس أجود اللباس ويأكل أحسن طعام ويكون الناس في راحة وطمأنينة وأن يكون جميعهم يشعرون بالسعادة وأن يكون الفرحة عم على الجميع حتى إن بعض السلف الصالح كانوا يعطون لليهود والنصارى ممن كانوا في المجتمع الإسلامي فتاريخ الإسلام معروف بأن هناك طوائف دينية تعيش بين المسلمين وقد يكون من بينهم فقراء يهود أو نصارى فكان المسلمون الأوائل يعطون لكل الفقراء ولا يستثنون حتى أصحاب الطوائف الدينية يعطونهم مما أعطاه الله إذا رأوهم محتاجين لأن ربنا عز وجل أراد أن يكون يوم العيد يوم فرحة وسرور لكل المسلمين بل ولكل الناس هذه الزكاة أيها الأحباب الكرام نريد أن نؤكد بأنها ليست كزكاة المال فالزكاة المال كتكون على الممتلكات أما هذه فتكون على الرقاب على الأشخاص لأن زكاة المال هذه خاصة بالأترياء جدا الذين ملكوا المال وبلغ النصاب عليهم أن يخرجوا منه أما هذه تسمى زكاة الأبدان لا الأموال زكاة الأبدان على الرقاب يعني على الأفراد ربنا عز وجل لم يشترط في وجوبها أن يكون الإنسان بالغا ولا أن يكون غنيا ولا أن يكون عاقلا لأن زكاة الأموال لا بد أن يكون الإنسان غني وفي باقي الأحكام الشرعية من عبادات وتكاليف لا بد أن يكون الإنسان عاقل لا مجنون وأن يكون بالغ لا طفل صغير إلا أن زكاة الفطر تسمى زكاة البدن زكاة الرقاب هي مفروضة على الجميع لا يشتط فيها وجوب العقل ولا البلوغ ولا الغنى وإنما كل رأس سيخرج القدر للزكاة الفطر قال عنه صلى الله عليه وسلم أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى وهذا إشارة إلى أن حتى الفقير يؤدي الزكاة حتى الفقير الفقير يؤدي الزكاة عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده الغني يزكيه الله والفقير الله يرد عليه أكثر مما أعطى لأنه إذا أعطى فإن الله تعالى سوف يجعل الأغنياء يبحثون عنه ويعطونه فيكتر عطاؤه ويعطي مما أعطاه الله تعالى فكتكون هذا الخير يدور على الجميع هذه الزكاة أيها الأحبة الكرام ينبغي أن تخرج من أفضل ما يخرجه الإنسان لأنها زكاة تكون طاهرة تكون طيبة ومباركة يخرجها المسلم عن نفسه أولا وعن زوجته وعن أولاده وعن من تلزمه نفقته من الأقارب إذا كان عنده والدين فقيرين يعيشون معه أو عنده أولاد دكور بلغوا البلوغ وكانوا عاجزين عن الأداء والكسب فإنهم أيضا يؤدي عنهم والبنات قال العلماء حتى يتزوجنا البنات يؤدي عنهن حتى يتزوجنا لأن المرأة كتبقى دائما الفتاة هي أن نفق على وليدها إلى أن تنتقل إلى زوجها فالإنسان يؤدي هذه الزكاة على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده ولكن عنده الخادم عنده أحد خادم أو خادم يعيش معه في البيت أيضا يخرج عنه ولكنه عنده والدي فقيرين معه يخرج عنهما أما الأولاد الكبار قالوا العلماء إذا كان كبير وكيكسب يخرج عن نفسه والبنت كتبقى حتى تتزوج في حين أنها إذا كنت المرأة حامل فالحامل لا نخرج عنه الحمل هذا الذي في البطن لا نخرج عنه زكاة الفطر إلا إذا ولد تلك الليلة واستهل بالصياح وقد يكون بعض الناس عندهم ظروف ساقة لا يستطيعون إخراجها فلا حرج عليهم خصوصا إذا كان الرجل معسرا كان الرجل معسر ولم يكن عنده قدر على الإخراج فربنا عز وجل ندب أن يعوضها بالذكر والاستغفار ولكن أكيد أن رحمة الله واسعة هذه الزكاة أيها الأحباب الكرام ينبغي أن نخرجها متى؟ نخرجها في آخر رمضان نخرجها من السنة أن نخرجها بعد غروب آخر يوم من أيام رمضان وتخرج قبل صلاة العيد العلماء قالوا بأن فيها ثلاث أوقات هناك وقت مسنون وهناك وقت فيه الجواز ووقت فيه التحريم أما الوقت المسنون لومن السنة النبوية الشريفة هو أن نخرجها قبل صلاة العيد وذلك أن يكون في آخر يوم آخر يوم من رمضان لما تغرب الشمس غالبا العيد هذه السنة سيكون يوم الإتلين بإذن الله وآخر يوم من رمضان سيكون يوم الأحد السنة هي أن نخرجها هي يوم الأحد بعد غروب الشمس انتهى رمضان هذه السنة يسمى الوقت المسنون وهناك وقت الجواز العلماء قال لك يجوز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة يجوز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة لماذا؟ حتى يتسنى للإنسان أن يتبضع الفقير لما أعطيه هذه الزكاة يستطيع أن يصرفها لشراء لوازمه وحتى قال بعض أهل العلم أن هذا الوقت الجواز سره المسنون نظرا لمقاصد الشريعة إذا أعطيت الإنسان المال في آخر وقت ربما لا يستطيع أن يشتري به ما يريد من مواد غدائية ولوازم العيش لكن إذا أعطيت له قبل ثلاثة أيام أو أربعة أيام فيستطيع أن يتبضع ويستطيع أن يذهب إلى السوق ويشتري لوازمه بل هناك من العلماء من قال إذا كانت هناك ظروف استثنائية يجوز إخراج زكاة الفتر ربما حتى أسبوع أو أسبوعين قبل موعد العيب لأن الغاية والقصد فيها أن ينالها الفقير ليقضي بها حوائجه فهناك وقت مسنون وهناك وقت الجواز وهناك وقت محرم الوقت المحرم هو إخراجها بعد صلاة العيب بدون عذر قاهر هذا يسمى وقت محرم يدخل صدق من الصدقات هكذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وكان الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما أنهم يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين وهذه الزكاة أيها الحب الكرام مقدارها هو عن كل شخص ينبغي أن يؤدي يخرج صاعا نبويا الصاع النبوي هو أربعة أمداد أربعة أمداد والمد هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسطتين وتخرج من غالب قوت أهل البلد قد يكون قوت أهل البلد كما في المغرب مثلا عندنا القمح والشعير والذراب في بعض البلدان الخليجية عندهم الأرز والزبيب وهناك من عندهم الأقت والتمر فكل بلد يخرجه من غالب قوتهم نحن في الغالب نخرجه من القمح والشعير والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المعنى كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنت والصغير والكبير من المسلمين السؤال الذي دائما يطرح في مثل هذه المناسبة هل يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا أم لابد أن نخرجها من المواد الغدائية بعض العلماء قالوا بأنه لا يجزئ إخراج قيمتها نقدا لأن الأصل في العبادات هو التوقف وقالوا بأنه لم يتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أن أخرج قيمتها نقدا هذا رأي عند بعض الفقهاء في حين هناك فريق أخر من أهل العلم ومن أهل الفقه والحديث والمقاصد قالوا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمة الفطر العينية وقالوا لماذا فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرجها نقدا قالوا لأسباب من بينها أن العرب في ذلك الزمن كانت النقود عندهم قليلة ندرة في النقود عند العرب فكانوا يتعاملون بالمواد الغدائية فكان إعطاء الطعام أي سر على الناس أن تعطيه الطعام أي سر على الناس في ذلك الزمن والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في إشارة أن في زمننا هذا صار العكس العكس هو أنك إذا أعطيتها نقودا كان أيسر على الموسر وأنفع للمعسر لما تعطي هذه الزكاة وأنت من أهل الأعطاء سيكون الأمر بالنقض أيسر عليك والفقير سيكون أنفع له أن يأخذها نقدا لأن المقاصب للشريعة الإسلامية تنظر إلى التغير والتجدد الذي يقع في واقع الناس فواقع الناس تغير الآن صارت المعاملة أكثر بالنقود أيام زمان النقود كانت قليلة فتغير الواقع يؤدي إلى تغير الحكم فالعلماء قال لك لا حرج بل الأنفع أن نخرجها نقدا ولهذا الهيئات الشرعية المعتبرة سواء ببلادنا المغرب أو بباقي البلاد الإسلامية كلهم أفتوا بأن نأخذها أننا لا بأس أن نؤديها نقدا وهو الأفضل ومقدارها يتغير لماذا نقول نقدا لأن تبين بأن بعض الناس لما نعطيهم الزكاة من خلال القمح أو الشعير فإنه يتراكم عنده قمح كثير وشعير كثير وهو لن يأكل فقط القمح والشعير يريد أن يأكل حلويات يريد أن يأكل لحوم يريد أن يأكل فواكه يريد أن يؤدي فاتورة الماء والكهرباء يريد أن يؤدي واجب الكراء يريد أن يؤدي تذكرة النقل كل هذه الأشياء إذا لم تكن متوفرة فماذا يفعل بكل هذه الكمية الكبيرة من القمح أو الشعير أو الذرة أو الزبيب أو الثمر فالمقاصد الشرعية تقتضي أن نعطيها نقدا والنبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن المسألة في يومهم هذا مقدارها هو يختلف من عام لعام ويختلف من بلد لبلد حسب غلاء الأقوات أو رحصها هذه السنة رأي المجلس العلمي الأعلى في بلاد المغرب رأى بأن مقدارها قد ازداد نظرا لأن هذه السنة كما تعلمون جميعا هناك غلاء في الأسعار ومن تم فالقيمة النقضية التي تم الاتفاق عليها وهي مبلغ عشرين درهم عشرين درهم لكل رأس يعني للزوج والزوجة ولأولادهم الكبار والصغار الذكور والإنات ومن معك في البيت من خادم وإذا كان عندك والدين كبيرين وإذا كان عندك ضيف مقيم عندك مدة طويلة تخرج عن كل رأس عشرين درهم أما إذا كان الأمر بالدقيق أو دا فهي فهو كيلوغرامان ونصف كيلوغرامان ونصف من الحبوب أو الدقيق ولكن الأفضل أن نخرجها نقدا والإنسان هو يختار ما يراه مناسبا ثم أن هذا القدر عشرين درهم قد يبدو بأنه قليل لكن إن نظرنا بأن العالم الإسلامي اليوم فيه ما يزيد عن مليار وخمسمائة مليون نسمة سوف نخرج جميعا هذا المليار وخمسمائة مليون نسمة هذا القدر من المال فإنه سيصير تروى كبيرة جدا ممكن أن نقضي بها للفقر لأن هناك بعض الفقراء قد يتوفر لديه خلال هذه الفترة ربما قد يحصل على عشرة ألف درهم أو عشرين ألف درهم هذا يعطيه من هنا والآخر من هنا والآخر من هناك والآخر من هناك فتتجمع عنده واحدة الكمية كبيرة من المال ممكن أن يستطيع بها قضاء حوائجه الضرورية في الحياة فرغم أن تبدو أنها تمن قليل عشرين درهم للرعس لكن إذا نظرنا إلى الكمية فهي كتلة كتلة مالية كبيرة جدا طبعا العلماء قالوا من أراد أن يتطوع بأكثر من ذلك فله ذلك لقول الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له كن بعض الصلحاء ما كيعطيش عشرين درهم كن كيعطي خمسين درهم مئة درهم ألف درهم كن لربنا يسر له فكلما زاد منهم من قال لابد أن نتقيد هناك فقهاء أيضا عندهم المنهج الظاهري في فهم النصص قالوا ينبغي أن نتقيد بالمقدار الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد عليه ولكن المقاصد تقول أغنوهم في يوم دك عن التسول أغنوهم والغنى ممكن أن نزيده أكثر مما هو مقرر فهذا كله من فضل الله فمن تطوع خيرا فهو خير له وهذه الزكاة تعطى للفقراء وتعطى للمساكين وتعطى للمؤلفة قلوبهم وتعطى للرقاب وللغارمين وفي سبيل الله كل هؤلاء الذين نص عليهم القرآن العظيم تجوز في حقهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فهذه سنة نبوية شريفة وفريضة ربانية الغاية منها هي أننا في هذا العيب السعيد نسعد كل الفقراء والمساكين ولا يبقى بيننا فقير أو محتاج بعد هذه الفريضة التي فرضها الله علينا جميعا زكاة الفطر تنتظرنا أيضا أيها الأحبة الكرام حدث آخر سعيد جدا وهو فرحة العيد وصلاة العيد لأننا مباشرة بعد أن نؤدي هذه الزكاة سوف نكون مع موعد مع عيد الفطري السعيد وهذا العيد الفطر نحن مأمرون بأن نبدي الفرحة ونبدي السرور لقول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فهذا العيد هو فرح للأمة الإسلامية جميعا في هذا العيد يقع توفير الطعام لكل أفراد المجتمع وفي هذا العيد يفرح الناس كلهم بربط العلاقة للرحم أو الصحبة أو الجيرة تصبح هناك العلاقات وطيدة وقوية مفعمة بالمحبة والمودة علاقات الرحم وعلاقات الصحبة وعلاقات الجوار وهذا العيد السعيد ينبغي فيه أن نبدي الفرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه وهذا العيد السعيد أيها الأحباب الكرام لابد لكل المسلمين والمسلمات أن يبدو فيه الفرح فقد جاء في الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت في بيتها في دار النبوة الدار الشريفة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعات جاريت يغنين سيد النبي دخل إلى بيته فاتجع على فراشه وحول وجهه وتركهم يغنون ويبدون الفرح والسرور وبعد فترة دخل سيدنا أبو بكر لهو أبو عائشة رضي الله عنها فلما دخل انتهرها قال لها أميز مرض الشيطان في بيت رسول الله ونهر ابنته هذا لا يليق لا يليق أن يكون الغناء وأن يكون الضرب بالدفوف في بيت رسول الله فأقبل النبي الكريم على أبي بكر وقال دعهم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وأنني أرسلت بالحنيفية السمحة لأن كانت المجتمع النبوي جماعات من اليهود وكانوا يظنون بأن الدين الإسلامي فيه تضييق على النفوس وفيه تكاليف شاقة فكان سيدنا النبي يؤكد بأن الإسلام دين اليسر ودين الوسطية ودين الانفتاح قل أترككم لأن كان جار للنبي يسكن قريبا منه كان يهوديا فقال لخليهم يسمعوا الجيران اليون اليهود أننا نحن في هذا اليوم فريحون مسرورون نفرح بنعمة الإمام لتعلم يهود أن في دين فسحة وأنني أرسلت بالحنيفية السمحة وفي المساء لما دخل النبي الكريم المسجد جاءه عدد من الحبشة جاءوا من السودان حبشة أسلموا فبدأوا يرقصون ويلعبون بالدرق والحراب أمنا عائشة تعجبت هذا يقع في مسجد رسول الله فالنبي قال لا أتشتهين تنظرين إليهم قلت نعم يا رسول الله قالت فأقامني وراءه خذي على خده تصور سيد النبي يجلس وينظر إلى هؤلاء الحبشة يغنون ويرقصون بالدرق والحراب رقصة سودانية حبشية حل كان يقول احنا جناو فالنبي كان يسعد وهو ينظر إليهم وأمنا عائشة تشرئب بعنقها قالت تعالي تشتهين تنظرين إليهم فأقامني وراءه خذي على خده وبدأت أنظر إلى هؤلاء الحبشة يرقصون ولما جاء سيدنا عمر قال أيقع هذا في المسجد رسول الله فقال دعهم يا ابن الخطاب دعهم حتى تعلم يهود أن في دين نفسها وأن بعثت بالحفنية السمحة ثم قال دونكم يا بني أرفده فلما سأل سيدنا النبي سأل قال ماذا يقول هؤلاء كان سيدنا أنس ابن مالك يفهم الحبشية قال يا رسول الله إنهم يقولون بلغتهم محمد عبد صالح ودينه أمر فالح وكأنهم يقيمون أمدح نبوية فقال النبي الكريم دونكم يا بني أرفده دونكم يا بني أرفده أي زيدوا في ذلك هنيئا لكم فالمقصود في هذا العيد السعيد أن تكون هناك فرحة وسرور ونحن الحمد في مغربنا العزيز تقام الحلويات ويكون يوم عطلة رسمية والناس يلبسون أجود اللباس التقليدي ويجتمعون مع العائلات والأحباب وتكون هناك أغاني في الترب الأندلسي والغرناطي وغيري كله في الأمداح كلماته تكون في الأمداح النبوية والتغني بالأمجاد والتغني بالأشياء التي فيها قيم أخلاقية وتربوية غايتها إدخال الفرحة والسرور على قلوب الناس وكل هذا فيه فيه فرحة بصيام رمضان وبتقبل ربنا سبحانه وتعالى هذا العمل الصالح أريد أريد أي الأحباب الكرام أن أشير لكم باختصار شديد ماذا علينا أن نفعل في هذا العيد السعيد عيد الفطر لابد أن نرفع أصوات النبي التكبير يوم العيد نكبر لماذا لأن الله تعالى في كتابه العزيز بعد أن تحدث عن آيات الصيام وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيناتهم من الهدى والفرقان إلى أن قال ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما غداكم ولعلكم تشكرون هكذا قال الله عز وجل بعد أن أتحدث عن آيات الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليهم قبلكم آخر الآيات ماذا قال قال ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما غداكم ولعلكم تشكرون فنحن علينا أن نرفع أصواتنا بالتكبير يوم العيد وهذا يبتدئ منذ تبوت الهلال تبوت العيد ونبدأ هذا التكبير في الصباح لما تشرق الشمس وضحى العيد نتوجه للمصلة فنبدأ أول ما نبدأ بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر ونقولها بالصيغة الجماعية الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحام الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحام هكذا نردد هذه التكبيرات لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعن لكم تشكرون نبدأ الشكر نبدأ الفرحة شكرا لك يا رب أن أعطيتنا الصحة والعافية شكرا لك يا رب أن مدت لنا في العمر شكرا لك يا رب أن أعطيتنا كل هذه الخيرات والبركات ليلة العيد يستحب أن نغتسل نغتسل ونستحم ونتهيأ ثم نلبس أحسن التياب التياب المغربي التقليدي الحمد لله الناس يواضبون عليه خصوصا البيض اللون الأبيض ومشاكله ثم كذلك نتطيب نستعمل الطيب نستعمل الطيب الجميل لأننا سوف نسلم على الناس وسوف يعانقوننا ولابد أن يشموا منا رائحة زكية من السنة النبوية الشريفة أننا نأكل قبل الخروج من المنزل لأننا في عيد الأضحى نأكل بعد أن نأتي من الصلاة لكن في عيد الفطر نأكل أولا نفارق السيام ولو على تمرات أو على جرعات من الماء ثم نخرج إلى الصلاة العيد ونحن نسير في الصلاة العيد نجهر بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحام ونحن نسير جميل أن نذهب من طريق مصلة إلى طريق ونعود من طريق آخر نذهب من طريق معين وفي الرجوع نغير لماذا؟ لأن كل ما نمر عليه من حجر أو شجر إلا ويسلم علينا ويستغفر لنا يسلم علينا ويستغفر لنا ثم لابد أن نضغر عظمة العيد نخرج جميعا لأن هناك أشياء ينبغي أن نخفيها في العمل الصالح الصدقة نخفيها حتى لا تعلم شمالنا ما أنفقت أيماننا لكن في الجهاد وفي صلاة الجمعة وفي صلاة العيد ينبغي إظهار عظمة الإسلام إظهار شعائر الدين لقلنا ها نحن دا ناهبون إلى الصلاة نسير من طريق ونعد من طريق لإبراز عظمة الإسلام وعزة الإسلام ثم قد نضطر أحيانا أن لا نصلي في المصلى المفروض أن نصلي في المصلى في أرض الخلاء وفي مغربنا العزيز كل إقليم من أقليم المملكة الشريفة إلا وقد أعد لها مصلى كبير أحيانا قد نضطر للصلاة في المساجد خصوصا إذا كان هناك المصلى بعيدة جداً وهناك ناس كبر السن ونساء ومرضاء أو صعوبة الوصول عن طريق وسائل النقل فنضطر للصلاة في المسجد أو يكون هناك مطر أو حر فلا بس لبس أن نصلي في كبريات المساجد وهذا الذي يقع يقع أننا نفتح المصليات وأيضا نفتح كبريات المساجد للصلاة نستحب معنى النساء ونستحب معنى الأطفال والسبيان دون استثناء حتى المرأة الحائب أيضا لها أن تدبى إلى المصلى لكن دون أن تصلي وإنما تشهد دعوة المسلمين كما جاء في الحديث الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخضور وأمر الحيض أن يعتزل المصلى المسلمين يعني حتى الحائط تأتي ولكن تبقى في الهامش تستمع لدعوات المسلمين هذه الصلاة لما ندخل إلى المسجد أو إلى المصلى فيها ركعتان ركعتان في العيد الركعة الأولى نكبر سبع تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام وفي الركعة الثانية عندنا خمس تكبيرات قد تكون قبل الفاتحة قبل الفاتحة يكون الركعة الأولى سبع تكبيرات الركعة الثانية خمس تكبيرات نقرأ في الصورة الأولى بعد الفاتحة صورة الأعلى وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة صورة الغاشية هكذا جاء في الحديث النبو الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية بعدها يقوم الإمام للخطبة نستمع إلى خطبة العيد ويسنى لتواجب ومن لم يحضر الخطبة وقام بعد الصلاة فلا ضير عليه لكن جميل أن نستمع إلى الخطبة لأن الإمام يعطينا توجيهات وإرشادات مهمة فيها فوائد للناس ثم بعد أن ننتهي من الخطبة نبدأ في التهدئة يهنئ بعضنا بعض نهنئ المصلين معنا من وجدناه نقول له تقبل الله منا وملكم تقبل الله منا وملكم إذا التقى المسلمان هكذا يقول كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نعود إلى بيوتنا ونصد الرحم نصد الرحم مع العائلة والأحباب والمقربين وعلينا أن نسعى أيها الأحباب الكرام أن نعفو ونصفح عمن أسى إلينا فالعيد هو عيد الفرح والسرور والعفو والصفح وكنا نردد ليلة القدر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تعفو عنا ينبغي أن نطوي الصفح ينبغي الماضي ونبدأ حياة جديدة النبي الكريم لما سئل أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما المخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد ما في غل ينبغي أن نزيل الغل من قلوبنا وأن نصل رحمنا وأن نشتمع معهم وأن نتهادى وينبغي أن نعطي الهدائر أطفال الصغار فرحة العيد فرحة السرور ثم هديت السرور ندخل الفرحة على الأطفال الصغار وعلى الكبار نضفي جو من المرح والسرور على حياتنا ثم نتفقد الأرامل والمساكين والأيتام لأن النبي الكريم أعطى أجر وتواب كبير لمن تفقد هؤلاء قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ثم أمرنا بأن نحسن للأيتام وغيرهم لما قال تعالى وبالوالدين إحسن وذي القرب واليتام والمساكين وقولوا للناس حسن وبالوالدين الالهي للجميع لابد ان نفرح بالجميع ونسعد بالجميع فاللهم يا رب تقبل منا صيام رمضان وتقبل منا قيام لا يليه وتقبل منا يا رب ختم القرآن وتقبل منا ما قمنا به من عطاء وبدل وإحسان اللهم يا رب اهل علينا هلال فرحة العيد هلال شوال بالخير واليمن والبركة على بلدنا المغرب العزيزة وعلى سلطاننا المحبوب وعلى بقية ابناء الامة الاسلامية في كل مكان اللهم اهل علينا هذا الهلال بالفرحة وباليمن والبركات والايمان والسلامة والمغفرة والرضوان اللهم يا رب حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين زدنا من فضلك زدنا من نعيمك زدنا من كرمك اللهم يا دا الجلال والاكرم يا رب العالمين تجاوز عنا ما وقع في صيامنا من اخطاء او من هفوات او من نسيان او من عجز او من كسل اللهم تجاوز عنا يا رب العالمين وبدل سيئاتنا حسنات اللهم اغفر لنا ما مضى اللهم واعفو عنا فيما بقي اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم يا ربي كريم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم امن اوطاننا اللهم كتر خيراتنا اللهم رخص اسعارنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اهدنا الى سبل السلام ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي بالايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم ربنا لا تواخدنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ارحم اموتنا اجمعين واجعلهم عندك ضيوفا مكرمين في جنات النعيم اللهم ارحم اموتنا واصلح احياءنا واختم لنا بالحسنة بكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله تقبل الله منكم الصيام والقيام والجنوة القرآن وعيدكم مبارك سعيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة